النهاردة ان شاء الله هنستمي المحاضرات بتاعة الستروك. وانا هدى على اه اتكلم عن طبعا كان الدكتورة ساندرة تكلمت على وعرفتنا الايه ولكن عندنا جروب كده من العينين اللي هم اللي هو العيان اللي محتار فيه ياخد ولا ما ياخدش. تمام? اه طبعا اه تمام? اه 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 ايه اللي انا المفهوض اعرف ازا كان العيان ينفع اتاخد فيها اول حاجة الناس اللي هم يعني واحد جايلي اه معلاش هتأذنكم دي واحدة بس دي واحدة هامل حاجة صغيرة دي واحدة معلاش انا اسف اه هرجع اكمل ايه الحاجات المفروضة اه اللي هي المفروض اعرف ازا كان ينفع اتاخد فيها ولا لأ اول حاجة يعني حدا نتحكك ان ده او 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 ولا محتوى مش عارف الراجل ده ينفع ياخد ولا ما ينفعش ياخد تمام اللي هي الصغيرة اللي هي اللي حصلت في خلال تلات شهور الناس اللي ماشيين على دول الناس اللي عندهم الكرتكارمايكروبليتز الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم والبرجنان دفيميلز كل الحاجات دي او برعا عن حاجات اه حاجات حساسة لما بتشوف العيان بتبقى مش عارف او محتار طرى الراجل ده ينفع ياخد تي بي ايه ولا ما ينفعش ياخد بي. عشان كده هنقشهم كده على حالة على حدة ونشوف ايه الاخبار ينفع يتاخد ولا ما ينفعش يتاخد. هنبدأ اول حاجة بالستروك ميميكس. ودي حاجة من الحاجات اللي هي المشهورة وكانت عاملة بصراحة يعني عاملة حيرة في في اماكن كتيرة مش بس في مصر لا في حالة كتيرة من العالم. ان يطلن الناس دولة ينفع وياخدو ولا ما ينفعوش ياخدو. دي اه متى اناليسز يتعمل لكل اللي هي الناس اللي اخدو وفي الاخر تلوه مش يعني واحد مسلا ابليبسي وجاب وهو مش ما طلعش واخد الناس الكمورجن تمام? اه الناس اللي هي كل ده اللي هو اخد وما طلعش طيب هما طبعا هما اخدو خمسمائة وستاشر عيان. الناس خمسمائة وستاشر اخدو تمام? اه اه وفي الاخر اكتشفوا ان كل الناس اللي اخدو وما طلعوش في الاخر كان اه كان الموضوع بالنسبة لهم سيف وفيه يعني يعني لو جاي واحد وانت شاكك الرجل ده ولا مش ومش قادر تحلف وما عندكش فاصيلة انك تعمل رانين يدي له لان هو لو طلع ستروك هيستفيد لو ما طلعش ستروك مش هيخسر كتير. هكذا اللي هو البوست اه اه او المايجرين كل الهاجات اللي هي بتخش في في الديفرينشات ديانوست على الستروك ان تقلبوا انك تدي وعشان كده بيقول ايه ان الميتا اناليسز دي طبعا انا مرضش اجيب بيبرز كتير اخترت اقوى واحدة فيهم اللي هي الميتا اناليسز اللي هي انكودة كل الترولايز اللي اتعاملت على الكلام ده واتنشط في مجالة ستروك ان اه ان الريزاز دي بروفايد اشوراست وستروك فيسيشنز زالت اه اه الاستروك ميميكس يعني لو واحد جاي بريزنت بستروك ميميكس ما تخافش ادي له لان هو سيف وطلرابل. طبعا اه زي ما احرقكم شايفين اه ده ده هو الميتا اناليسز اللي كان في الميتا اناليسيس طبعا اه زي ما احنا شايفين اللي هو اللي من فوق دوه. اه ده وده تمام? والناس اخدوا تمام? والناس اللي على الشمال ده محصلوش يعني طول ما الجراف جاي ناحية الشمال كده هو معناها ان هو ما حصلوش اه 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 بليدنج او اه او او ريسكو في هيمورج سواء انترا كرينيال او سيستيميك. وده معناه انه سيف وتولارابول. تمام? اه دي بقى اه دي اه بيبر مشهورة. البيبر دي اه تمام? ودي كان اه يعني من اللي تعملت في كزا حتة في العالم. تمام? ولقوا ان برضو نفس القصة ان الناس اللي كان عندهم واخده يعني مفيش فرق بين يعني مفيش فرق من الناس اللي عندها واخرة والناس اللي عندها وده برضو ان احنا لو انا شاكك من عندها ولا يبقى ايه قدي وما اتأخرش على عيان ده. طبعا? اه طبعا اه دي ده في العيانين يعني مسلا هنشوف مسلا ده الجدول ده اللي هي كان في كان حوالي اه الفين خمسمائة وسبعتاشر عيان واخده كان عددهم سبعين الف يعني يعني كان عندي دية طلعوا منه حوالي اثنين وسبعين الف وحا وسبعمائة عيان خمسمائة دولا ستروك ميمك واخدوا انترا في الانترا كانين في وسط الناس بتاع الستروك ميمك كان نزبته اربعة من عشرة برسنت في حين ان الناس اللي قالهم سربرا هيموريش وسط الناس اللي ستروك تلاتة ونصف برسنت معا كده ان مع مع الاستروك اكتر من تمام اه كان اكتر مع الاستروك يعني يعني ان امور كانت اقل مع الاستروك ميمكس الاسر كمبليكيشنز كلها اذن الرسالة احنا بصحة من الجزء ده لو انت شاكد ان العيان ده هو مش استروك ومحتار ادي انترا فينا استرومبولايسيس لو هو استروك هيستفيد لو هو مش استروك مش هيخسر جامعة. بس افتكر اه ان اه ان اللي انا بقول ده هو في بعض الاحياء الاحوال المعينة لكن مش في كل العينين بمعنى ان مثلا ان اه ان لو مسلا ده راجل او وجاب فرطايجو وانا شاكد ده لو اخد اه انترا فينا استب ايه هيبقى قليل. انما لو ده هيكون عالي ان يحصل هيمروش وزين ماس. لو هو هيكون عالي. تمام? وبالتالي وبالتالي في بعض الحاجات اللي هما والماجرين والسيجر والسينكوب دولا بينفع معهم حتى لو هانا شاكلك ان هما بس لو ديتو انترا فينا استبقى ايه مش هيحصلوا لكن في بعض الحاجات اللي هما بزات الميتابوليك تس اردر والبرينت يومرس لان دولا بيبقوا غرضة ان ممكن يحصلوهم هيمروش لوحدي او منو بتبقى كوموليكيت لوحدي فدولا يفضل ان اكون ايه متحفز تماما. اذا نتقول استروك ميمكز ارزا سيم في حاجات معينة بينفع معها القصة دية ان لو محتار ادي تي بايه بغض النظر اه الراجل طلع استروك ميمكز ولا طلع استروك ولا ما طلعش. وفي حاجات اه اه يعني ان انا قدي لو انا مش متأكد تمام ان هي ايه ان هي زي وزي الميتابوليك ديس اردر نيجي بقى حاجة تاني تاني ايتم عايز اعرف ينفع اتخد فيه تي بايه ولا ايه ايه اللي هو العين بيجي بانه يعني اتنين تلاتة اربعة اللي هو ايه فاجت احت الستة تمام طبعا طبعا اه مديها مش عالي اول الموضوع ده تمام ان ان دي بتاعة الامريكان هارت اسوشيشن هي متحفزة الناس اللي انها بتاعهم من سفر الخمسة مش المفروض ياخدو تمام اه سواء نجوم في من سفر تلات ساعات او سواء نجوم من تلات ساعات لاربع ساعات ونص لكن على عكس من كده قالت ان هو الناس اللي عندهم المفروض ياخدو وبتال فيه دي نقطة خلاف ما بين والامريكان بيقولوا لو هو فالريسك هاكتر من الاستفادة اليوربيان بقول لك لأ ان ده لو جايب حتى باللوء لازم ياخد لان انت ما تضمع شاني منشوف كتير عيانين يجي لك المستشفى ماشي على رجل وزي الفل وحاجة وعلى اخر اليوم تلاقي الراجل بقى ايه بيسمه فاست بروغريسور او اه بروغريسيف ستروك او سرومباسين لأسماء كتيرة فانت ما تبقاش عارف الراجل اللي جايلك بمالد سيمتومز ده هيفضل كده مالد لغاية اخر اليوم ولا هيبقى بروغريسيف والامور هتزيد معاه وبالتالي اه دي وجهة نظر خلافية طب هنبدأ كده نشوف البيبرز التناولة الموضوع ده ايه هو اللي هو الديسكيبولينج ديفيسيت الديسكيبولينج ديفيسيت ده اللي هو اه بتأسف اللي هي اي حاجة اه بتأثر الديسكيبولينج ديفيسيت اي حاجة مش هتأثر على اه على الايه على الديسكيبولينج ديفيسيت يعني واحد مثلا عنده بس قادر يستحمى قادر روح الحمام قادر يلبس قادر يغير هدومه قادر ياكل يعني اي ماتقصلش على الحاجة الدية باعتمرها مالديسكيبولينج سيستم اه مالديسكيبولينج استروك تمام طبعا الموضوع يختلف من شخص للتاني يعني مثلا ممكن يبقى واحد جاي بافيزيا بس وقادر ياكل ويشرب ويروح ويجي بس بالنسبة له الافيزيا دية حاجة حاجة اه كتاستروفك يعني مسلا واحد دكتور وجات له افيزيا واحد محامي واحد مطرب وجات له افيزيا بالتالي هو ممكن الافيزيا دي مسلا لو اخدت في الان هتطلع واحد او هتطلع اتنين تمام وبالتالي ده لو قلت له تعيش اخرس كده او افيزيك ولا تاخدت بايه وحتى حصل لكوميليكيشن والتالي معرفة ده بيختلف من شخص للتاني عشان كده هو الموضوع صعب او محيل تمام طبعا اه اول ترايل اللي هو بقى اللي هي اه اللي هي ترايل دية هي دي اللي خلت تقول والله لأ احنا اه بالنسبة لنا التب اي مش 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 من صفر اه لخمسة في الناس دي تب ايه الترايل دية قارنة تمام هم بصراحة جابوا كل الترايلز اللي تعملت قبل كده اللي هي والاكاس والاكاس سري والاكاس تو تمام اللي هما وشافوا العينين اللي اخدوا تب ايه على لو ان وقارنوهم بالعينين اللي هما اه اخدوا وصل ال الناس عندهم مين مينو يعني الناس اللي اخدوا اصبرين زي الناس اللي اخدوا ايه تب ايه والتالي وصل في دية ان في الناس اللي هو انه ادي اصبرين ما تديش تب ايه تمام اه طبعا دي دي اللي اعتمدت عليها العشان ان تقول لك ان لو انه مفروض ما ياخدش لكن هي القصة ما خلصتش عند كده القصة ان خلصت ان الناس كلها بتتكلم ان المفروض الحاجة عم تبقى تمام وان العيان بيتفصل له العلاق بتاعه على حسب حالته بمعنى ان يعني مسلا اه لو لو لقدر جات للانسة الجميلة دي واخدت صاباحة تمام ام متأسف واخدت صاباحة ممكن تبقى بالنسبة لها لاني دي وظيفتها شغالها بصعوبها لكن للرجل المفتول للعضلات ده بالنسبة له حاجة في الصعوبة مش هتفرق معها وبالتالي ما يعتبر لها دي السيدة لا يعتبر زي هذا الشخص وبالتالي كلمة دية بتختلف من شخص التاني زي ما قطع لكم ممكن حتة افيزيا ممكن اتاكسيا اتاكسيا دية من صفر اتنين او من صفر الواحد او من واحد الاثنين او تبقى اخيرها تلاتة في وواحد سواء مكروبوس مثلا او سواء تاكسي جاءت لها تاكسي خاص عيش وتقطع وبالتالي ما يعتبر لحد ممكن يعتبر بشدة لحد تاني وبالتالي هي دي قصة ان تعريف بيختلف من شخص التاني وبالتالي اه بدأت بقى اللي ايه البيبرز تفسر اه 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 وتفسرها كده حتة حتة اول حاجة قال له والله لو العيان ده جايب اه بميلدناندس ايبولينج استروك بس عملت امجنج لقيت ان عنده يعني مسلا واحد عنده كاروتة استينوزيس او كاروتة اه اكلوجن وجايب حتة استروك صغيرة كده لان نقيتش بتاعه اتنين تلاتة فعملت امجنج لقيت كاروتة اكلوجن وانه ايش ظهير قديله اسمه وانديله تبقى ايه البيبرز بتقول ادي تبقى ايه تمام لان الترامة هي عنده فالعرض انه يتطور او يزيد او حاجة اه مسبة كبيرة وبالتالي اول حاجة ان العيان ده لو جايب اكيوت ماينوس ايبولينج استروك وجايب في الطايم ويندو لو هاز سواء او يعني لو عنده مسلا لو عنده كاروتة اكلوجن لو عنده ادي تبقى ايه حتى لو ماينور نان دس ايبولينج استروك يبا ازا نحطى ليه كده ايه فلص نعم تمام فهين بقى ان ان لو هو بقى الراجل ده صغير يعني ان بتاعه مسلا اتنين جايب بهمي هايبوسيزيا حاجة زي حاجة زي في ايده يقدر يتحسن بالعلاج الطبيعي ده اللي ممكن ايه نتنقش عليه ان هو ممكن ما ياخدش عليه تبقى ايه لو ماهوش وده بياخد الدول انت بليتلت اسبرين او اسبرينج اجريلول لمدة من ثلاث اسابيع لشهر تمام اه وطبعا في الحالة دي الاسبرين ده ما بيعليكش الجلطة ده بيمنع بس تكرار الموضوع او بتاعه طب لو دي دي حاجة مؤسرة على شغل الراجل يعني مسلا جاي بافيزيا جاي باتاكسيا تمام جاي مسلا اه مالدوكنس في ايه وهو مسلا جراح فايده كده تقف لأ كونسدر انك تدي انترافيناس تب ايه بس طبعا بازم تفهم العيان الايه البوسبل كومبليكيشنز ازا ميلد ناندس ايبولينج ستروك بعيان عنده فيزيل اوكلوجين سواء اكسرا وانتراكرينيال ادتي بايه ميلد ناندس ايبولينج ستروك بعيان ما عندوش فيزيل اوكلوجين والاعراض بسيطة زي هيبوسيزيا زي ميلدس ارسريا زي اه ميلد ويكنس في حاجة مش مؤسرة او في حد مش بيشتغل شغل ياده ومسل بمطرقة وحاجات زي كده يعني مش ما بحتاجشش حاجة يبقى قد دول انتبليتلت وايه وتسبتل عشان احميه من الاثار الجنبية لكن ميلد ناندس ايبولينج في واحد هتأثر على وظيفته هتأثر على كاربتا وزي اتاكسيا زي افيزيا زي واحد زي ما تحركه جراح مسلا جات في ايديه بساعة ايه كونسيدر اذا انا بفصل العلاج على الشخص ما بخدهاش كده ايه اه بواجهة ايه تالت حاجة طبعا اه كان بتقول ان 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 في عيان عنده في حلات ثلاثة شهور فاتو يعني لو جاء لي واحد مسلا جاءت له من شهرين وكده جاء لي تاني دلوقتي وجاء لي يعني هو المرة اللي عينية جاءت له وتأخر وما اخدش عليك فتعلم بقى الناس قولوا لو جيت بدل كنت اخدت حقنة الجلطة فاتكرت عليه تاني فراح امن الراجل جاي بقى بسرعة قال لك على الحق اخد حقنة الجلطة بسرعة عشان خاطر ايه ميحصل ليش زي ما حصل قبل كده تمام الراجل ده بقى ايه اه جاء لك المستشفى بتاخد منه بالهيستري قال لك والله ده حلقة ده انا كان عندي من ايه من شهرين مش المفروض انك تبدي الراجل ده ايه لكن هنشوف كده طبعا تلاتة تلاتة دي معناها ان ايه ان الموضوع مشكوك فيه او لسه فيه قولانا وبالتالي احنا هنمسك بقى كده ايه شوفوا الاخبار ايه اه اه طبعا ارجان زي ما قطعها لكو لكن البيبرز او كل او كل براكتس ليه رأيي تاني ايه الرأيي التاني ده دي واحدة اه اه تعاملت عن الناس اللي هم كان عندهم او عندهم يعني واحد مسلا جات له وحجزته في المستشفى بعد بيوم او يومين هو عندك في المستشفى جات له استروك ده تدي له تي بي ايه وانت مغمى يبقى انترافينيسترومبولايسيس فور ترانس اسكيميك اتاك ابير تو بي سيف خلاص اه تاما كان تي اي اي وفك منها وجات له استروك تاني ادي تي بي ايه وانت مغمى ده رأتوبي يبقى القصة دي كده ايه خلصة نتكلم بقى على انترافينيسترومبولايسيس فحيجاله استروك في خلال تلاتة شهور دي مجالة دي واحدة اقوى يعني اكبر من مجالات المتخصصة في العالم تمام بتاعها التلاتين حاجة تقيلة يعني تمام قرنت اه كانت عمد فيها اه شافوا السيفتي والايفكاسي للناس اللي اخدوا من خلال وكان عندهم استروك في خلال تلات شهور اللي فاتهم تمام فلو ايه لقوا الناس اللي عندهم اعلى في اللي كان عندهم في خلال تلات شهور فاتهم تمام اه اه الامور كلها يعني هما لقوا ان اعلى السيستيميك هيموريش اعلى المورتاليتي من الناس اللي اخدوا في خلال تلات وكان عندهم استروك في خلال تلات شهور فاته اعلى لكن الحاجات ما هيش سيجنيفيكانت لي هير امان جيتنين يعني الهيموريش مسلا هنا تمانية من مية المفروض يكون تحت الخمسة من مية فكلنا فوق الخمسة من مية معنا هنا سيجنيفيكانت تمام هي الوحيدة اللي كانت ما بين الاتنين هي 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 اللي كانت اعلى مع الناس اللي اخدوا استروك في خلال تلات شهور فاته ممكن ياخد تي بي ايه لكن معدل اعلى لكنه مش العلو العنيف اللي يخليك اه اه تضر العين تمام طبعا اه ده اه ده زي برده حاجة كده متل اناليسيس بتقارن ما بين الناس اللي اخدوا انترافينس تي بي ايه وكان عندهم استروك في خلال تلات شهور فاته والناس اللي اخدوا انترافينس تي بي ايه مكانش عندهم تلات شهور فاته لو ايه بقى لو من واحد لاربعتاشر يوم يعني لو واحد كان عنده استروك في خلال اسبوعين فاته واخدت بي ايه فده الناحية اليمين ده معناها انه معدل اعلى ولناحية الشمال معدل اقل تمام لو ان طبعا في اول واحد كان عنده استروك وفك وكان له استروك تاني بعدين ده اعلى شخص ممكن يحصل له من اسبوعين لتلاتين يوم اقل شوية تمام لكن هما اكتر اه جروب لقوا ان هما سيف سواءا في الكمبليكيشن او كان الناس اللي هما من مية وتمانين يوم يعني مية وتمانين يوم يعني اه لتلتمية خمسة وستين يوم اللي هما بعد الايه بعد التلات شهور تمام ازا ازا برضو ازا ما احركوا ان اعلى مع الناس اللي كان عندهم استروك في خلال تلات شهور فاته من الناس اللي مكانش عندهم استروك في خلال في خلال تلات شهور فاته لكن برضو الفروق ما هيش ايه ضخمة يعني. بس هنا تحت كده هنلاقي ايه? هنلاقي الناس كلها على ايه? على الخط اللي هو الوسطاني. تمام? لكن طبعا الهيمورج اعلى شوية مع الناس اللي كانت عندهم تبقيين في خلال تلات شهور فاته. تمام? لكن لما الناس بدأت تعمل الكريتزيزم لكل البيبر دي. قالوا ايه? قالوا انت دي بقتي احنا بنتكلم بقول راجع واحد كان عنده في خلال تلات شهور فاته. لكن محطش الكالي بقلق والله الاستروك دي كبيرة ولا تغيرها. الانفاركشن من الحاجة كبيرة ولا الحاجة لكنر. العيان لان بتاعه كام? امبيلنت ولا مش امبيلنت بتاعه عامل ايه? وبالتالي هي الموضوع ما هواش بس كده خاص لأده في ايه? فيه اه فيه من جوا. تمام? لما الناس بدأت تبصوا كده. تمام? آآ آآ لقوا ان ايه? لقوا ان يعني بقدر وفحصوا ساب جروب اناليسي لاين. لقوا ان الناس هي كان عندهم سمول انفاركشن. يعني واحد جاتوا حتة لكنر من شهرين من تلات شهور. ده ممكن تدي له لو جاتوا استروك تانا ممكن تدي له تي بي ايه? وحتوى بقى سيف. طرام هي صغيرة. وما كانتش عاملة دستيرب بتكونش وسيفل وما كانتش عاملة ايه كبير. تمام? وده طبعا آآ ده مقارنة الناس اللي هي كان جالها استروك في خلال تلات شهور فاته سواء اخر تي بي ايه او قرار تي بي ايه. طبعا شايفين الفروق منتين طبعا الناس اللي اخر تي بي ايه. وهو كان عنده تلات شهور فاته اتحسنوا يعني اه يعني يعني اه كان معدل التحسن عندهم عاليا ما تسابوش. تمام? انا زر ترايل قارنة ما بين الناس اللي اخدوا انترا في ناس تي بي ايه وهما كان عندهم استروك في خلال تلات شهور فاته سواء اخدوا سواء اخدوا اه تي بي ايه او ما اخدوش انا بتكلم على واحد جاتل استروك في خلال تلات شهور فاته. اتعالج او اخدت انترا في ناس تي بي ايه. بعد كده جاتل استروك تانية في خلال تلات شهور. وعايز تتجرب انك تدي له تي بي ايه تاني. تمام? فهم احنا متشوف هل سيف ولا مش سيف. تمام? اه. لقوا ان الناس اللي اتكرر معاهم تي بي ايه او كان عنده استروك في خلال تلات شهور فاته. ما هماش حصلهم بنفس الدرجة يعني بالجروب التاني يعني برضو الموضوع ان هو سيف الى حد ما اه تمام? وبالتالي احنا وصلنا ايه بقى ان اي حد كان عنده في خلال تلات شهور فاته. وآآ وجات له ده اخدت بي ايه وانت مغمط. لو واحد كان عنده صغيرة في خلال التلات شهور فاته يعني حتة لكتمر صغيرة كده. واتكرار التاني في خلال تلات شهور فاته اصلا اخدت بي ايه او ما اخدش. ادي له تي بي ايه. هم حتى بقولوا يعني لو هي صغيرة سيف قلال جدا. لكن هي المشكلة هتظهر امتى ان لو حد كان عنده كبيرة يعني مسلا بتكونش وصيف من خلال تلات شهور للفاته. هو ده الافضل انك تبعد عنه ما تدلوش تي بي ايه. بالزات لو في اول اربعتاشر يوم من الجلطة يعني راح لجات له جلطة بعد ايه عشر تيام جلطة تاني ده ما تدلوش تي بي ايه. لكن بعد الاربعتاشر يوم ابدأ بقى ايه بص على اللي جاله قبل كده كان صغير ولا كبير. صغير ادي تبقيه كبير. يبقى عنده فازم تتشور معه وتفاهمه لو انا اديته تبقيه دلوقتي نسبة حدوث المضاعفات كبيرة. لكنها برضو ممكن تدي. وبالتالي ايه دي حاجة تقضى علي ايه. لكن اول اربعتاشر يوم لأ. انك تبقيه. بعيد عنه ما تدلوش. لو في ايه حد عنده سؤال يقولي في النص يعني قبل ما ما خلص الهتة. طب الناس بقى اللي هم آآ بنشوفها كتير اللي هو جاله استروك وماشى على دول ودي بنشوفها كتير مسلا عام كان عنده استروك من زمان وماشى على دول او العيان كارديا ومركب استنت وماشى على دول او داخل في استروك. يا ترى سيف ان ادي انترافينيس تبقيه. اتنشر في مجلة آآ نيرولجي. تمام? ولقى ايه. ان ان هما بتاع العيانين اللي كانوا ماشيين عدوها الانتبليكة بتو اقدوا انترافينيس تبقيه. ولقوا الايتي. آآ لقوا ان ان بعد طبعا الادجاستمت لكل الفاكتور. تمام? ان الناس اللي هم آآ معلش دقيقة واحدة كده. الناس اللي هم آآ اخدوا تمام? وآآ وقموا كانوا ماشيين عدوها الانتبليكتت. ما كانش الامور فيها مشاكل بالنسبة لهم. تمام? وآآ تمام? يعني معنى كده الناس اللي كان عندهم آآ آآ ماشيين عدوها الانتبليكتت. وقالهم استروك. ما حصل لهمش او كومبليكيشنز اكتر من الناس اللي ما كانش ماشيين عدوها الانتبليكتت. وده وصلنا ان ده سيف انه ندي في عين ماشي على ايه? على دول الانتبليكتت. يبقى ازا لو العين ماشي عدوها الانتبليكتت ادي عادي الانتبليكتت. تمام? هي المشكلة دايما في الانتبليكتت. سواء ماريفان او نيو اورال انتبليكتت. انما الدول الانتبليكتت مفوش مشكلة. طب الانتبليكتت بتعمل ايه? لو هو مسلا نيو اورال انتبليكتت. وما اخدوش في خلال 48 ساعة. يعني بقى اللي ومين ما اخدش النيو اورال انتبليكت بتاعه ادي تي بايه. اكتر من 48 ساعة او 48 ساعة. اتس اوكي. لو ما ماشي على ماريفان تعمل اي انار وتشوف الاي انار بتاعه. لو هو واحد تحت الواحد وسبعة من عشرة ممكن تدي تبقيه. انما هو فوق الواحد وسبعة من عشرة ما تديش تبقيه. تمام? دي طبعا الناس اللي هم ماشيين على ايه? على الانتكواجل. لكن دول الانتكواجل تتسيف انك قدي ايه? انت رافيه ناس تبقيه فيه. طيب الناس اللي عندهم ماكرو بليتس. ايه هي ديه? هي بالبعد كده. بصوا يبدأ يحصل فيها اكسروسكلوروزيز. تجي للفيزل زي الصغيرة. اكسروسكلوروزيز يعني الول بتاع الفيزل بيبدأ يبقى ضعيف. فلما يبقى ضعيف يبقى بيرميابول. فبيرميابول بتطلع الدم منه بيتسرب زي ما كده مسلا يعني حاجة شفافة وبتسرب. او مسلا زي مسلا ورقة وحطت عليها زيت بتلاقي زيت يعد من ناحية التانية. فهو كده يبدأ الدم يحصل له ايه? اه يتسرب من من القدار بتاع الشهرية. فلما تسرب بيعمل ماكرو بليتس في البريد. بتحصل دايما في الناس اللي عندهم سيفير او الناس اللي مشيين على دول فترات طويلة. يعني واحد ماشي على على مسلا على فترة تتروح اكتر من ثلاث شهور. او ناس ماشي على فترة اكتر من ثلاث شهور. الناس دي بيحصل لهم. بيحصل لهم. ماكرو بليتس دي يا ماكرو بليتس دي ان انا هو هديت انترافينس بايه? ممكن العيني تخش مني. بالتالي لازم اعرف العين ده اه سيف اننا دي انترافينس فون بليسز العين عنده ماكرو بليتس ولا نات سيف. الماكرو بليتس بتتشاف ازاي او بتتشخص ازاي? بتتشخص بحاجة اسمها او ده اللي بيشوف الماكرو بليتس. تمام? طب بالتالي اه كان فيه تعاملات اتنشط في جامعا نيرولوجي متى اناليسز. شوف والله الناس اللي عندهم ماكرو بليتس واخدتوا بي ازاي سيف او نات سيف. ده منظر ماكرو بليتس في الامر اي احترام كنا شوفناها في حاجة في الامجينج. طبعا اه في نقط صودة هي بينا. طبعا? النقط الصودة دي هي هي بتتمثل ماكرو بليتس بتتشافي او تمام? لو ايه? لو ان الناس اه اللي عندهم ماكرو بليتس بس يعني ايه يعني اه اكتر بتاعهم اكتر من عشرة يعني اللي هما دولة لو عدتهم هتلاقيهم اكتر من عشرة دولة هاي ماكرو بليتس بندهم اكسر عرضة لحدوث السيبرا هبنش. والناس الاقل من عشرة دولة اقل ايه? اقل عرضة لحدوث الهبنش. وبالتالي وصلوا الكملوجين تمام? ان الناس اللي عندهم اكتر من عشرة سيبرا ماكرو بليتس تمام? والناس اللي عندهم اقل من عشرة ممكن تدي اكترا فينا سيبرا بليتس. وبالتالي الانترا فينا سيبرايس في البيجان اللي عندهم ايه بردن اف ماكرو بليتس اس كونترا اندكيتد. ومش مفضلة. والناس اللي بتاخل الانترا فينا سيبرا عندهم اقل من عشرة ماكرو بليتس. اتس اوكي انك تدي ريسكو في كومبليكيشنز موجود لكنه اقلب كتير من الناس اللي اكتر من عشرة. تمام? طيب. نيجي بعد كده للناس اللي هما اللي هما اللي عندهم سيجر. طب احنا عارفين ان هو في مكتوب واحد من الانترا فينا عنده سيجر. اه لحاجات كتيرة اشعر هانه ممكن ما تكونش اصلا عنده ممكن تكون دي سيجر. وده البوست اكتر رجل ما عندهش استروكو. بالتالي اندك هتدي ايه? عفوا دي. ثانيا الانترا فينا سيجر. بتأثر على على يعني متأثر بقول بتاع العيني يبقى 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 قش انت عارف ده والله ده ولا ده اه نتيجة الفيتس والبوست اكتر. وبتالي هي واحدة من ان يكون راجل ده عنده سجرة لكن الناس بدأت تدور في فعلا ده يستاهل ان هو عين جالي بسجرة ان انا ما ادلوش انف بناس رو ملايسنز. اه طبعا اه دي دي ملتي سنتر اه اسمها تريست. تمام? لقوا اه درسوا بتوين الانترا فيناس سروم بولايسس وسجر اتقونست ودرسوه من مدة ثلاث شهور. تمام? ولقوا انه في امانك عشرة تلاف اربعة وسبعين عيان مية ستة اربعين واحد فيهم كان عندهم سجر اتقونست. والناس اللي كان عندهم سجر اتقونست. تمام? كانوا اوحش يعني ريسك فاكتور اسبعاتهم كانت اسوع من الناس اللي عندهمش سجر اتقونست. تمام? اه لقوا بعد كده في الاخر ايه? ان السجر اتقونست. معنا كده ان الناس لو انت تديت العيان اللي عنده سجر اتقونست انترا فينا سروم بولايسس. ده الواحده مش هيخليه خش في سربة همش. اللي خشي لي خليه خش في سربة همش. اللي هو الازر ازن ازن اه ما هوش انك تدي تيب ايه لعيان عنده جايلك بريزنتت بيبليبتيك فانس. لا هي فقط احتمل انك مين فا تدي في بعض الحالات. تمام? وبالتالي لو انت عيان جايلك بانترا فيناس بسجر اتقونست وانديكيتت فور تيب ايه بص لهو ريسك فاكتور بروفايل بتاعه كويس. وما فوش حاجات اه كتير مثلا اموره مش وحشة. انك تدي دي الحالة اللي هم السبعة اللي هو في الناس اللي عندهم في الناس اللي عندهم الناس عندهم ديو الناس طبعا عنده مشكلة في في الميتابوليزم بتاع الدواء. بالتالي جرعة الدواء الصغيرة لو اخد العين دواء هتتحاول عنده جرعة كبيرة. طب احنا عارفين ان الحاجات مش مستحبة يعني بالذات تجي الحاجة زي الكليكسان مش مستحبة انه في الكيدني فانت وديت جرعة 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 معيانة في عيان كرون كيدني دزيز فهيبقى تأثيرها عليه اكتر لان الكيدني مش هتعرف تعمل له اكسيكريشن وتالي بتحتاج دايما لوس ادشاستن فهترى الناس اللي هم اه اللي معندهم كرون كيدني دزيز ده برضو عن نظر اه اتنشر في مجالات نيرولوجيا سنة عشرين عشرين. تمام? والاقاتي. ده المدر التو سيفير اه سي كي دي اصوشياتي يعني الناس اللي عندهم مدر التو سيفير يعني مساكلات بتاعه اربعة خمسة تمام? يعني اكتر من ثلاثة اه ده طبعا اكسر رد الحدوث الانترا سيفير تمام? اه الناس اللي عندهم ميلد دولا بيبقى ايه امورهم امورهم الطف. طبعا هم هم بيقسموا على اساس ايه على اساس تمام? تتقسم لسيفير ومودرت وميلد. تمام? اه لقوا ان الناس طبعا هم هم بيكلموا على الناس اللي عنده اه تمام? لقوا طبعا الميلد لو ديتو انترا في مستيبري ما بيحصلوش مشاكل. لكن مشاكل في المودرت والسيفير هم اللي ممكن احصلوه مساكل ابرهم رجل عشان كدني عنابل تو اكسكرت اوو تو متابوليز التبا بعد اخذ يعني تمام؟ دي اناسر تريال بيكوميكيني ديزيز اندويدي كوميكيشن افتر انترا فينا سيرو مولايسي. ناكب سيكيميكي يوسو الكونكولوجن ده. بيشنز افسيكي دي امانج بيشن تور سيكيميكي يوك تريد انترا فينا سيرو مولايسي. يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني اقول لك والله الناس اللي عندهم سيكي دي زهر اكثر ارضة لحدوث من الناس اللي ما عندهم مش كرونيك كيدمي دي لاخر كيب ايه لكن طبعا لقوا ان السبب في القصة دي الفاكتور الثانية اللي مع كرونيك كيدمي يزيد اللي ما تبقى لو ديابيتك او هي الحاجات دي هي السبب اللي مش لكن في الاخر يتبقى ان العيان ده هيحصل له ايما لشربك بقى من الحاجات دي ومش الحاجات دي وبالتالي ان الناس اللي عندها وما طبعا بيحسبوها بالجنور في طبعا ما ياخدوش لكن المايلد يكون جيف انترافينستيوية دي حاجة من الحاجات اللي ايه اللي بنشوفها انا عم مش كتير بس مشهورة ان العيان يحصل له مرة واحدة ويروح الرمط ويشوفوه قولك والله انت جايب تمام? اه اه وانت ممكن تبقى اه طبعا طبعا حاجة من المخيفة للعيان ان يحصل له وطبعا احنا قدامنا طايم ويندو معيانة يا طبعا ينفع قدي له الانترافينستي بايه عشان يحسن ال بلود فلو وزين السنتر ريتنار ارتري ولا مديش? طبعا ده منظر الانترنتومي بتاع السنتر ريتنار ارتري ده الانترنت كاروتيت تمام? وطبعا زي ما حالكم شايفين ادي السنتر ريتنار ارتري اهو ده اللي ايه اللي رايح للوبتيك نير وده طبعا لو اتقفد فيحصل ايه? يحصل تمام? طيب الانترا ارتريا سرومبرايسيز تمام? اه اه ايه الانترا ارتريا سرومبرايسيز دي بقى قال لك احنا هدي انترافينستي بايه عشان خطر السنتر ريتنار ارتري حطة ارتري صغيرا قدي الراجل سستيميك انترافينستي بايه فعملوا ايه? بقوا دخلوا انترا ارتريا دخل عن طريق الاسطرة دخل عند الانترنت كاروتيت طبعا كده راح دخل على الافثالميك وقف على الرأس السنتر وحقق الانترا ارتريا ايه هما طبعا شايفين ده مور صيف تمام? اه اه لو طبعا اه طبعا الاترال دي طبعا انت ما بتح انترا ارتريا ما بتح انش زي ما بتح انترافينستي يعني مش نفس الجرعة اللي بتتحين انترافينستي تمام طبعا لاقوا الاقان الناس اللي سكان الى اخدوا فظيف انا mucho لو ايه لو ان الناس اخذوا وا committees تمام التأسف لاؤا ان كاد بالنسبة لهم كويسة تمام لكن ما خريقتش ك再見 عن الناس اللي مشوا بالبست ميديكال مانيشمينت. يعني الناس اللي اخدوا انترا ارتريا ستدخلوا بالقسطرة ووصلوا عند تحسنوا. كويس جدا. تمام? لكن بصراحة ما فرقش قوي عن الناس اللي هما ما اخدوش انترا فينس تاسف ما اخدوش انترا ارتريا تي بي اي. تمام? اه طبعا ان الناس اللي اخدوا بانترا فينس اه تي بي اي. تمام? اه ما اخدوهاش في خلال اربع ساعات ومص. اخدوها في في خلال يعني التريال دية. تمام? ما اخدوهاش في خلال اربع ساعات ومص اخدوها في خلال تلاتاشر ساعة. لانهم امام ما هيش ما هيش مش عارف ايه وبدخلوا الاسطرة ومش عارف ايه. اه فهو مظامه متأخر. تمام? والتالي كان المين تايم بتوين سيمتم اونس الاتريتمند كان تلاتاشر ساع. وبالتالي ايه اللي حصل ان الريزالس برضو ما كانتش الناس دي ما تعرفوش بادري. طبعا هنازم نبقى عارفين ان الريكاناليزيشان ريت بيتناسب مع حجم الشهوريان. بمعنى ان كل ما الشهوريان كبر كل ما الريكاناليزيشان ريت بالانترا فينس تي بي ايه بقى اقل. تمام? وبالتالي مسلا الانترا انترنا كروتة ارتري. لو العن اخدت بايه? بتاعه ستة في المية. يعني لو في سرومبس في انترنا كروتة ارتري ديت انترا في ناس تبقى ايه? السرومبس دي هتفك بنسبة ستة في المية فقط. تلاتين في المية في المية السريبر الارتري. من اربعة اربعين لخمسة خمسين في المية في الامتو. واخيرا الامس ري يبقى واحد بنص في المية. ازا نظريا ده هو حجمه زي حجم الامس ري. ازا نفوض ان الريتو فريكاناليزيش هنكون في عالي لو العيان اخد تبقى ايه? وده من هنا بيعتمدوا على السيوريدية في ان الناس اللي عندها سنترنا كروتة اخد تبقى ايه? عشان خلط تتحسن بس ما طبعا بيفضلوا بايه? الانترا ارتريا. تمام? طيب اه دولا اه مادوش انترا ارتريا دي هالترايل دي اتنشط في جامعة نيروليجية. تمام? اه دي اه دي ما هيش يعني دي حاجة كل ازا تعملت على طبعا اتنين استخدموا واربع ستريبتو كاينيز وتلاتة اليورو كاينيز في علاج السنتر ريتنر ارتريا دي ايه? لقوا ان هيا في الناس اللي اخدوا عن الناس اللي ما اخدوش. تمام? اه وان الناس اللي اخدوها في خلال اربعة ساعات ونص اه نسبة التحسن منها كان بنسبة خمسين في المية. تمام? اه وان اه افطر يعني اه ده طبعا كان حاجة من الحاجات المفاجهة انه هم الناس اللي اخدو في اول اربعة ساعات ونص يتحسنوا بنفس الدرجة بتاعت الناس اللي اخدو بعد اربعة ساعات ونص من ايه? من حدوث الدرطة. بالتالي ان حتى الناس اللي اتأخرت من دور السنتر ريتنر ارتو برضو استفادت من طبعا الهيمرش اه كان اه اكتر حوالي اربع خمس ساعات جاء لهم همرش. منهم اربعة توفوا. تمام? وآآ كان كل الحاجات دي حصلت مع اليورو كاينيز والستريبتو كاينيز. مش مع السريبتو كاينيز. طب احنا عارفين عندنا احنا في النور. لكن هما في الرمض حاول يعملوا زي ما بيعملوا بالناس بتوع اللي هما والهارت انه ممكن يجرب يورو كاينيز وستريبتو كاينيز. فلاقوا ان مع اليورو كاينيز وستريبتو كاينيز تمام? فبالتالي وسط الكونكولوجين ان اه ان الناس بتاخد انترا فينس سرومبولاتيك سيرابي. عندهم فضرة بالفيشبال او تكم. تمام? آآ وممكن توصل لغاية الالتايم لو اندو بتاعته لغاية اتناشر ساعة. ده طبعا آآ ده بيقولك العيان ده لو جايلك باكيوت اوبتكنورايتس. تمام? آآ اكيوت نتأسف اكيد. وصف ذلك تعمل مع ايه. عشان هو لو سنتر ريتنا اعرف ازا كان الراجل ده هيستفيد من ايه ولا لأ? ونشوف ايه الحالة اللي تستفيد ايه الحالة اللي مش هستفيد. بس في الاخر تمام? ان العيان اللي هياخد يعني في العيان اللي جايه في سنتر ريتنا ايشوت كونسيدر ان هياخد ان هي الناس دي بتتحسن. تمام? بمعنى ان ان العيان ده هو عشرين عامتين او اقل معندوش افدانس افراتيس او او لو عندي افليبل ان ادي انتر ريتنا تب ايه ادي ما فياش مشكلة اصنطن كونتر دي توارد دي جايش في هذا العيان. طيب. ودي حاجة من الحاجات اللي هي هي مأساة يعني يجيبك واحدة حامل ودي حاجة مش قليلة. وتقول لك ايه? انا عندي جلطة. ترى اهتمل ايه? مشكلة الجلطة ايه? اول حاجة من المكانيك المشكلة. المكانيك المفروض بتعمل اسطرة. والاسطرة ده جهاز فيه وبالتالي انا لو حبيت عمل لها او انا بعدها الراديشن ده قضية طول فتراته لان انا بقى المكانيك المستساعة او ساعة وبالتالي را هتطلع ده بعين مشوه. بتالي دي مشكلة تمام? مشكلة كمان في الامجينج مش عارف اعمل لها ولا دي مش عارف ادي اه مش عارف ادي اه او مش عارف ادي اه دي مش الانترا في ناس تي بي ايه. هل هو سيف ولا مش سيف? بسرعة بحطش عايق يعني عشان اكون صحيح معاكم. تمام? يعني كل الناس اللي عملهم اناليسيس. تمام? اه اه طبعا هما عمل الاناليسيس لكل الناس اللي اخدوا انترا في ناس تي بي ايه. تمام? اه وزين متين واثنين الف فميل في الريبودكتب ايج. جاء لهم واخر تي بي ايه. حراري ستمائة وربعتاشر او تاتة من عشرة برسنت. تمام? اه طبعا اه في الوست الناس الدولة. نعمل في تي بي اي ريسيبتانت هات سير براهيم روش. محدش فيهم حصلوا سير براهيم روش. تمام? اه والناس اللي اخدوا تي بي ايه كانوا طبعا اه اكتر من الناس اللي ما اخدوش تي بي ايه وبالتالي ان الناس اللي اخدوا تي بي ايه هما كان اه كان معدل التحسن فيهم عالي ومعدل تاهم قليل. تمام? وان الموضوع كان بالنسبة لهم مفروش مشاكل خاص. طبعا الناس اللي اكتشفوا يعني ما حدش جاب وحدة وادقاها. طيب دي ايه نظر تمام? والكيس قالت ان لا ان الستيدي اخر تي بي ايه. ما حصل لاش اي بلاسنتر افتر اكتشف تي بي ايه. طبعا هي المشكلة في تي بي ايه مع تي بي ايه هي. ان اه ان اه اولا هو بتاعه كبير. وبالتالي هو ما عديش فهو مش هيروح للبيبي. كده اول مؤهد يعني اذا هو مش يبقى كده هيبقى سليب. هي مشكلة في مشكلة في حاجة من اتنين. يعني ما الستة دي حصل لها واليوتراين بليدينج الواحده ده ممكن يضطر من الناس انها تعمل هستريكتومي تشيل اليوتراس بالفيتس اللي جواه. تالي هي هتفقد الحمل وهتفقد فوصا ان هيتحول تاني او هيدخلها في سرب رحمه واشه. او او دعمت اقات والله ان المعدل السرب رحمه واشه اقل. وبالتالي هي مشكلة تبقى فين. تمام? وهي دي المشكلة. لكن هم طبعا لما شافوا الناس اللي اخدوا آآ يعني دي البي بردية. تمام? آآ دي كان فيها تلتاشر حالة اخدوا البي ايم. مصد التلتاشر حالة دول واحدة بس جالها يتراين بليدينج واحدة جالها والعشرة اللي عادين. تمام? آآ تسع يعني العشرة اللي هم اللي اتحسنوا. تمام? آآ تسع خلفوا عيال هلسي. تمام? وآآ نقول اللي كان عنده مشاكل كان عنده مشكلة. آآ وبالتالي هي طبعا الموضوع بتاع موضوع وموضوع لكن طبعا هي صاحبة الشأن هي واهلها. في ناس بيتيجي تقول لك يدينا ومش مهمة اي حاجة تيجي. تقالي هي لو حاجة زي كده لأشهر للأهل العيان ان هي مشكلة مش هتبقى عرفية تسيحة مشكلة في الرحم او في الناهم وحتى في الرحم ما هياش ضخمة للدرجة لكنها تبقى مشكلة مشكلة لو حصلت انها هتحصل لها والطربة كان عاملها لها تبقى مشكلة جمدة جدا وبالذات ان هي لو هي لسه اول حمل لها الحمل ده. طبعا فيه طرية كبيرة اسمها ده البروتوكول بتاعه. آآ لسه شغالة عشان تشوف هل آآ هل في مشاكل في ايه او آآ او كده مع الحمل ولا ما فيش. لكن طبعا هي لسه شغالة ولسه ايه الرزاستاتها ما ظهرتش او لسه ما تعانيتش او طيال دلو. شكرا جزيلا حلقة على استماعكم احنا كنت اشتقيل عنكم هل حد عنده اسئلة يا فندم? في اي اسئلة حتى حد عنده اسئلة عايز يكتب على تشات تفضل? طب هل في اي نقطة مش مفهومة او في اي حاجة مسلا كانت اه كانت اه مش واضحة? طبعا انا حاولت اغطي الحاجات اللي اهنا بتشوفها في اللي هي الموقف اللي هي اللي هي الموقف الصعبة او اللي باحة تبقى محتار يطارها عدي ما اديش احطاركو كلها حاولتها يعني اه قادر امكان طبعا هي مواضية كلها للاسف معليهاش يعني ما ما حدش هيقول لك يا ابيض واسود كلها جري كلها ناس تقول لك اه ممكن ادي ممكن ما اديش طب مش عارف ايه لك انا حاولت ايه ابستها واحط لكم زي كده لو هي مضرط وسفير ناشة لو هي مال ناشة كان عين كان عنده بكده واخدت بايه مسلا لو هي كانت سخوليارة ولكنر ممكن ادي له تاني لو هي كبيرة لا ماتيش تاني عين مش عدوها لانت بليتريت ما فيش مشكلة نادي عين عندهم لهم اكتر من عشرة ما تديش لو قال من عشرة اديو هكذا ده اللي حاولت ايه اعملو اخطعش من انتو يعني تكون امور تكون في ايه اشرة في الوقت اه وانا ساعدتي جدا بلقائكم وان شاء الله اشوفكم على خير في المحاضرة تانية بازن الله وبالتوفيق ان شاء الله انتو مبتتكلموش اه هو هو معملكم يوت كلكم ولا ايه طب انتو سمعيني وانا مش سمعيني طب حد حد دايقتل في الشات انا خاف اكون باتكلم وفيش حد سمعيني خالص بس اعيدين مشكلة تمام تمام متشكر جدا بس معاشي الصمت الرهيب ده اه معاشي انا عارف معاشي انا متأسف الصمت الرهيب ده بس مخيف يعني انا خاف اكون باتكلم كل ده وممكن يكون المااكر بتاع انا اصلا معمول لهم يوتيوب حد سمعني انا عارف الحاجات جدا انا فالواحد او ما ببدأ اتكلم الناس بترعز بس معاليش انا عارف بس انا حاولت يعني قادر يمكن اكون خفيف خفيف اجيبه لكم مختصر ومفيد من طول شعريب شكرا جزيلا لحضراتكم ان شاء الله قابلكو بقى مرة تاني كده في محاضرة عن الستروك ان يانج قادلت ده تكون اخر محاضرة بحيث انها مركز زي سكيم كده ما اجيلي واحد يانج بستروك يا ترى ايه الحاجات اللي ادور عليها وشكرا جزيلا لحضراتكم يا فاندر وسلام عليكم